اشتركوا في القناة 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 وبزاف دي الأمور قالوا لها احنا ديجة درنا غلقنا المحيطة دينا ديجة الناس ما عاش بهاش الحال علاو ديت التجارة وعلاو ديت بزاف دي الأمور فالكيفاش غادينديروا نجيوا دابا نقولوا لناس راحنا غنزيدوا نزيروا عليكم القيود لنش ددوا عليكم القيود فكيبان الخوف ديالهم انهم يحتاجوا للناس ديالهم في تصويت لا ترى تشي حاجة ولا يلوصلوا انتخابات وطبعا الحال كم مطاري حاليا في مادريد وما يلقاوش تجاوب ديال الناس هذا هو الخوف ديالهم لأن الناس في علا نعيات ولكن ما زال وزارة الصحة يعني مسرة على القيود يعني بالنسبة لها حاليا ما عادش يتغيروا القيود اللي كانوا يعني كتقول وزارة الصحة بإني لو وصلت المية وخمسين حالة على كل مية ألف نسمة ردوا البال حاليا في 132 حالة على كل مية ألف نسمة كتقول إذا وصلت المية وخمسين حالة على كل مية ألف نسمة غادي تزيد شد القيود وبالأخص على المطاعم أن المطاعم ما تبقاش تعطي الوجبات للداخل تولي غيف التراسة والتراسة اعتبرت حتى ذلك التراسات اللي كيكون مثلا فيهم 30 ديلا الحيوث كيكونوا بحال هكو عندهم واحد الحيوث من هنا كيكونوا سدينهم يعني من البرد ولا هدي تعتبرو تهما كمطاعم كداخل المطاعم يعني كيكون عندهم واحد السقف وكيكون واحد جوج ديال الأخر هنا يعني بمجرد أن يكونوا ثلاثة ديال الحيوة تسدين كيكونوا طراسات كديرهم يعني بزاف ديال المطاعين كديرهم تهدوا قالوا غير يعتبروهم بأنه فضاء داخلي ويقدري منعه إلى وصلة إسبانيا 150 حالة على كل 100 ألف نسمة هذا هو الاقتراح ديال وزارة الصحة لحد الآن ولكن ما زلتش حاجة ما تأكدت ما زال يعني خص ضروري الموافقة ديال المجتمعات المستقلة على هذا الأمر هذا وندوزوا الخبر ديالنا الثاني الإخوان وهو كالتالي بعد إقالاته بسبب تحرش سلوي يعتذر من زميلته وزوجته وأسرته فعلا هاتشخصية كناك مفتخروا بها بزاف وخاب الضن ديالنا فيها لأنه فعلا فعل يعني اللي هو غير لائق وخي قدم الاعتذار فعلا قدم الاعتذار دياله والله سبحانه وتعالى وكي يغفر للناس ولكنه خاب الضن ديالنا فيه لأنه فعلا السيد مزوج عنده هان الأسرة دياله هان الزوجة دياله هان زميلة دياله في العمل بزاف ديال الأمور وهو فعلا دم وهذا نقرأ عليكم شنو قال بالضبط يعني تم رفض الإقالة دياله من الشركة اللي كان كي يشتغل فيها بسبب تحرش على واحد زميلة دياله وهو خرج كي يعتذر بعد إقالته بسبب تحرش سلوي يعتذر من زميلته وزوجته وأسرته عبر العالم الدكتور المغريبي موسف سلوي عن تأسفه بسبب قرار إقالته من منصبه بشركة كلاسكو سميت كلايم البريطانية على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي وعبر بيان له قدم سلوي اعتذاره للمعنية بالأمر مشيرا إلى أنه يشعر بالفزع لأن أفعاله وضعت زميلته السابقة في موقف غير مريح ومشدنا على أنه يكن كل احترام لكافة زملائه كما اعتذر سلوي لكل من زوجته وأسرته عن الألم الذي سببته له هذه الواقعة مشددا على أنه سيبذل قصار جهده لتخلص هؤلاء الأشخاص من الأثر الذي خلفه هذا الأمر وتابع الدكتور المغربي أنه سيوقف عمله المهني حاليا وسيأخذ إجازة مفتوحة للتركيز مع عائلته هذا هو الأمر اللي قال هذا السيد هذا فعلا كنا نفتخره به كان قد ولينا أنه يكون مغربي في ذلك المنصب هذا ولكن فعلا كانت واحد خيبة أمل فيه نتمنى ويعني فعلا يكون الاعتدار دياله وما يعود شي طراء هذا الشي هذا لأنه فعلا أثر على الزميلة دياله أثر على الزوجة دياله وهذه الأمور هذي كاملة كتأثر سلبيا على الناس وشوفوا فقد العمل دياله فقد بزر دي الأمور بسبب هذي الفعل هذا وأخيرا غندوزو لخبر ديالنا ديال للموسيون دي سنسورة اللي تقدمت في ليونتمينتو ديال مورسيا كما عارشول إخوان فاش تقدمت الموسيون دي سنسورة على الكومونياد كذلك تقدمت على ليونتمينتو ديال السنترو ديال مورسيا ليونتمينتو يعني كنا ندرو على الالكالدي قدمو به واحد الموسيون دي سنسورة باش يحايدوه مال منصب دياله وكان المرشح هو يعني بتابع الحزب ديال البيسوي هو اللي ترشح وهو اللي فعلا فاز بعد الموسيون دي سنسورة البوتوس كانوا 15 البوتوس افابور اللي خلأت وهات 15 البوتوس كانس ديال البيسوي وصيدادانو سنبوديموز هما اللي خلوا يعني الرئيس القديم ديال البيبي يتحايد من المنصف ديالو ويكون خوسي انطونيو سيرانو هو يعني الرئيس جديد وبالتالي كيتحايد خوسي بايستا اللي كان تابع البيبي وكين بلاسو ده بغي يكون بلاسو انشاء الله الالكالدي خوسي انطونيو سيرانو هو اللي غيكون الالكالدي ديال مورسيا يعني من بعد هاد هاد الموسيون دي سنسورة اللي دست اليوم واللي تصوت عليها يعني تقريبا 21 ونص ديال النهار تصوت عليها بالقبول وخداء المنصب ديالو كالكالدي ديال مورسيا تقريبا الزياد من 23 ولل 26 سنة والبيبي هو اللي كي يحكم مورسيا اول مرة غدي يحكم يعني بعد هاد المدة هدي اول مرة غيحكم يعني حزب يساري اللي هو سوسياليستا في هاد الحالة هدي وكذلك غدي نظروا على الدعوة اللي قدمها الحزب ديال بوديموس قدمها الرئيس ديالو بابلو إيجليسياس في المدعي العام ضد الغش ويعني هنا في هاد الحالة هدي قدمها بالحزب ديال بيبي بالأخص بإيخيا اللي هو تابع للحزب ديال بيبي تاهموا بإنه قدم الرشوة لثلاثة ديال البرلمانيين اللي تابعين الحزب ديال سيودادانوس باش يصوتوا ضد لامنسيون دي سنسورة حاليا تقدمت الدعوة وكان قال هاليه البارح في البرلمان قبل ما يقدم هاليوم تجلس عند المدعي العام ورا غادي تابعوا يعني إلا تبت بتابعة الحال في حقه ولا كانت عندو شي دلائر على أنه فعلا قدم الرشوة لثلاثة ديال برلمانيين باش يصوتوا ضد الموسيون دي سنسورة اللي تقدمت ضد الرئيس ديال مورسيا وهنا في الحالة هدي قدمت كذلك شكوة بالرئيس ديال مورسيا تا هو فيراندو لوبيز ميراس تا هو تقدمت به نفس الدعوة في نفس الفسكالية اللي هي ديال ضد الغش ولا الكوروبسيون كما كانت قال هنا في إسبانيا تمنى الأخبار لإخوان تكون لقاتكم أنتم ما بيخيروا على خير وفي أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله الفيديو خور وموضوع خور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله والسلام عليكم